حزب الله اللبناني يعلنوا استهدف نقطة تموضع لقوات الاحتلال في موقع المطلة وتهران الإسرائيلي يقصف عددا من البلدات جنوب لبنان قلق أمريكي من إقدام سموتريتش على فصل البنوك الفلسطينية عن النظام الإسرائيلي وإدارة بايدن تعتبر أفعاله مزعزعة للاستقرار بالضفة موسكو تتواعد باستعادة كورسك من القبضة الأوكرانية والمفوضية الأوروبية تتعهد بتقديم 35 مليار يورو لكييف أسهل السمساء بتوقيت القاهرة الثانية عشرة بتوقيت جرانيج نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم أعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف بصاروخ موجه نقطة تموضع للجنود الإسرائيليين في موقع المطلع وأضف حزب الله اللبناني أن بلدة تاعت الشعب تعرضت لقصف مدفعي إسرائيلي متقطع فيما تقوم القوات الإسرائيلية بعملية تمشيط في الجليل الغربي وذكرت وكالة الأعلام اللبنانية أن تيران الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا استهدف بلدة تاعترون في قضاء بنت جبيل كما جدد طيران الإسرائيلي غاراته مستهدفا منطقة المرج الشمالي في بلدة ميس الجبل وأطراف العديسة وكافريكلا وبلدة أطصيبة يعقد مجلس الأمن الدولي الجمعة جلسة طارئة لمناقشة انفجارات أجهزة الاتصال اللاسلكية في لبنان وأوضح مصدر ديبلوماسي أن الجلسة تنعقد بطلب من الجزائر نيابة عن الدول العربية كان رئيس الحكومة اللبنانية ناجيب مقاتي قد طلب مجلس الأمن الدولي بالانعقد واتخاذ موقف حازم لوقف الحرب التكنولوجية التي تشنها إسرائيل على بلاده يستمر التصعيد والتهديدات والتحذيرات بين حزب الله اللبناني وإسرائيل في التصاعد يأتي ذلك بعد مقتل أكثر من ثلاثين شخصا وإصابة قرابة ثلاثة ألاف آخرين بجروح جراء تفجير أجهزة بيجر ثم أجهزة التصال السلكية استخدمها عناصر في الحزب وذلك بحسب وزارة الصحات اللبنانية تصعيد ووعيد وتحذيرات هذا هو الوضع بين حزب الله اللبناني وإسرائيل وذلك بعد مقتل أكثر من ثلاثين شخصا وإصابة قرابة ثلاثة آلاف آخرين بجروح جراء تفجير أجهزة بيجر ثم أجهزة التصال اللاسلكي يستخدمها عناصر في الحزب بحسب وزارة الصحة اللبنانية الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله خرج ليقول إن حزبه تعرض لضربة كبيرة وغير مسبوقة في تاريخه ومتعيدا إسرائيل بحساب عسير وخلال كلمة نصر الله خرقت طيران الإسرائيلي جدار الصوت على علو منخفض مرتين على الأقل في أجواء لبنان تلك التفجيرات وقعت غداة إعلان إسرائيل توسيع أهداف الحرب المتوصلة في قطاع غزة لتشمل تأمين المنطقة الحدودية الشمالية مع لبنان بشكل يضمن عودة الإسرائيليين إليها ومع عدم اعتراف تل أبيب بتلك التفجيرات أكدت إسرائيل مواصلة إجراءاتها العسكرية ضد الحزب وهذا ما جاء على لسان وزير الدفاع الإسرائيلي آف جلاند معلنا بداية المرحلة الجديدة من الحرب وميدانيا لا يزال قصف متبادلا بين الجانبين فضلا عن تنفيذ عمليات الاستهداف حيث أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قصف مئات الأهداف في جنوب لبنان التي شملت المئات من منصات إطلاق الصواريخ التي كانت مجهزة للإطلاق باتجاه إسرائيل بالإضافة إلى نحو مئة قاذفة ومواقع بنا تحتية إضافية من جهته أعلن الحزب تنفيذ عمليات منها استهداف عدد من مواقع الاحتلال الإسرائيلي وعلى مدى الأشهر الماضية أعربت دول عدة عن مخاوفها من التساع نطاق الحرب في غزة وتحولها إلى نزاع إقليمي خصوصا على الجبهة بين إسرائيل وحزب الله فمن باريس دعا وزير الخارجية الأمريكي والفرنسي جميع الأطراف إلى التهديئة في الشرق الأوسط فضلا عن الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة هذه الهجمات والوضع الخطير في الشرق الأوسط وفي رسالة مباشرة للبنانيين خرج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ليؤكد لهم أن المسارة الديبلوماسية موجود وأن الحرب ليست حتمية حست قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل على خفض تصعيد بعد زيادة كبيرة في الأعمال القتالية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية قال المتحدث باسم يونيفيل أندريا تنهينتي إن قوة اليونيفيل ترى تصعودا كبيرا في الأعمال القتالية عبر الخط الأزرق وفي جميع أنحاء منطقة عمليتها داعيا جميع الأطراف المعنية إلى خفض التصعيد على الفور أكد جهاز الأمن في المجر أنه لم يتم استيراد أو تصدير أو تصنيع أي أجهزة بجر في بوداباست والتي استخدمت في انفجارات لبنان وذكرت بلغاريا أن شركات نورتا جلوبل مقرها صوفيا لا علاقة لها ببيع أو شراء أو تداول أجهزة البجر في البلاد نقلت يدعوت أحرانوت نقلا عن مصادر استخباراتية أمريكية قولهم إن إسرائيل خططت على مدى 15 عاما لعملية تفجير الأجهزة لاتصالات اللاسلكية السريعة بيجر ونقلت شبكة ABC الأمريكية عن مصدر مخابراتي أمريكي قوله إن الإسرائيل يد في تصنيع أجهزة البجر التي انفجرت بحوزة منتسبين لحزب الله مشيرا إلى أن مخطط إسرائيل شمل شركات وهمية وواجهة من ضباط المخابرات لإنتاج أجهزة الاتصالات اللاسلكية الله أكبر أفكت حبيب وأنا حبيب أفكت غالي وأنا غالي صدمة وأنا صدمة أقول إلا لله وأنا لا أشعر جففوهما أنا مادرين عنهم إلا هما يوم مجفعين شجا في خار ذكر موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة رئيس جو بايدن قلقة للغاية من احتمال إقدام وزير المالية الإسرائيلي على فصل البنوك الفلسطينية عن النظام المالي الإسرائيلي الشهر القادم في خطوة قد تسبب حالة من الفوضى في الضفة الغربية المحتلة وأوضح موقع أكسيوس أن انهيار النظام المصرفي بالضفة الغربية سيكون مدمرا للمجتمع الفلسطيني بأكمله مشيرا إلى أن إدارة بايدن فكرت ففرض عقوبات على سموت ريتش بسبب أفعاله المزعز على الاستقرار بالضفة الغربية المحتلة دعا نائب المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيساف تاتشبان إلى وقف إطلاق النار فورا لحماية الأطفال في غزة وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية كما أشار إلى استشادي أكثر من 14 ألف طفل مشددا على أهمية وضع حل سياسي يضمن حقوق الأطفال وموضحا أن الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءا حيث ارتفع عدد النازحين إلى 1.9 مليون شخص بينما انخفض عدد شاحنة المساعدات من 100 شاحنة يوميا في أغسطس إلى 15 شاحنة فقط في سبتمبر مما زاد من معاناة الفلسطينيين ما زالت حركة الشاحنات الإغاثية إلى غزة تددفق يوما بعد يوم حيث انخفضت وطيرة تعبور الشاحنات الإغاثية إلى غزة بشكل كبير هذا الأسبوع ورغم تنسيقي مع الجانب الإسرائيلي بخصوص عدد الشاحنات وحمولتها إلا أن سياسة الاحتلال تمارس تعنوطا ضد المجتمع الدولي ومنظماته الإغاثية فيما يقدم للفلسطينيين من مساعدات إنسانية المزيد مع الزميل باسم أبو العنين من هناك تحياتي إليكم من مدينة العريش حيث نرصد حركة الشاحنات العابرة بالمواد الغذائية والإغاثية إلى قطاع غزة عبر الأسبوع المنقضي وحتى يومنا هذا وكانت هذه الشاحنات خلال الأسبوع المنقضي كانت تواجه عقبات كثيرة فرغم أنه يتم التنسيق والاتفاق مع الجانب الإسرائيلي بخصوص عدد ما يمر من خلال معبر كرم أبو سالم إلا أن الجانب الإسرائيلي يفاجئنا بتعنت مرة أخرى برفضه لعدد من الشحنات الغذائية ويعيدها رغم أن هذه الشحنات أساسا لا جدوى من إعادتها مرة أخرى ولا يوجد مبر لإعادتها قرورات مياه نظيفة أدوية أشولت دقيق للخبز أشياء لا يمكن أن ترفض ولكن هم يرفضونها باعتبار أن هذه تدخل ضمن سياسة التجويع والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني إذ إن الإسرائيليين لا يأبهون بحياة الإنسان الفلسطيني أصلا والجميع لديهم مستهدف بالسلاح ومستهدف بالتجويع ومستهدف بكل أنواع الاستهداف المحتملة وكانت هذه حصيلة أسبوع لينضم إلى أسابيع ماضية قلت فيها بشدة حركة مرور الشاحنات واستقبلها والعبرة ليست أصلا فيما يمر من شاحنات ولكن العبرة فيما يتم استقباله وقبوله من الجانب الإسرائيلي من شاحنات وإمراره إلى الجانب الفلسطيني بسم أبو العنين تلفزيون المصري مدينة العريش يكتمع أكثر من 130 من زعماء العالم الأسبوع القادم في الأمم المتحدة وتسيطر قضايا الشرق الأوسط وأوروبا على اجتماعات الزعماء على رأسها الحرب في غزة أكثر من 130 من زعماء العالم يكتمعون الأسبوع المقبل في الأمم المتحدة واستتهديد باتساع نطاق الحروب في الشرق الأوسط وأوروبا ومن المتوقع أن يهيمن العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ قرابة عام وحرب روسيا في أوكرانيا على الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة ومع اقتراب الحرب من عامها الأول تواصل مصر والولايات المتحدة وقطر جهود الوساطة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار كما ينفذ صبر العالم بعد 9 أشهر من مطالبة الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة بهدنة إنسانية ومع تجاوز عدد الشهداء في غزة 41 ألفا وتصعدت المخاوف من امتداد نطاق الصراع في غزة إلى منطقة الشرق الأوسط بعد أن اتهم حزب الله اللبناني إسرائيل بالوقوف وراء تفجير أجهزة الاتصال اللاسلكي بيجر وأجهزة اتصال لاسلكي محمولة في يومين من الهجمات القاتلة ولم تعلق إسرائيل على الاتهام ومن المرجح أن يدعو العديد من زعماء العالم إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية المستبرة منذ عامين ونصف تقريبا ومن المقرر أن يلقي الرئيس الأوكراني بروديمير زيلينيسكي كلمة أمام الجمعية العامة في الخامس والعشرين من سبتمبر الدورة التاسعة والسبعون للاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة تستبر ستة أيام وتناقش الأزمات والحروب حول العالم فضلا عن إصلاح مجلس الأمن الدولي المكون من خمسة عشر عضوا والذي يتولى مهمة الحفاظ على السلم والأمن الدوليين في الشأن الروسي الأوكراني أعلن الكريملين أن القوات الروسية ستستعيد سيطرة على منطقة كورسك في الوقت المناسب دون ذكر موعد لتحقيق ذلك وذكر ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكريملين أن السلطات الروسية ليس لديها شك في أن قواتها سوف تستعيد السيطرة على المنطقة رغم أن الوضع هناك صعب للغاية وكانت أوكرانيا توغلت داخل منطقة كورسك في السادس من أغسطس بدعم من أسراب من الطائرات المسيرة والأسلحة الثقيلة من بينها أسلحة مصنعة في الغرب أعلنت رئيسة المفاوضية الأوروبية أرسولا فوندرلين أن الاتحاد الأوروبي سيمنح أوكرانيا قردا تصل قيمته إلى 35 مليار يورو لمساعدتها على الصمود خلال حرب تخوضها مع روسيا وأعلنت فوندرلين عن هذا القرد أثناء زيارة إلى كيافة مؤكدتان أنه جزء من خطط أوسع بين مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى لجمع أموال من عوائد الأصول الروسية التي جمدتها لمعاقبة روسيا وأشارت رئيسة المفاوضية الأوروبية عبر منصة أكس أن زيارتها ثامنة لكيافة تتزمن مع اقتراب الموسم الذي تحتاج فيه أوكرانيا إلى التدفئة في ظل مؤصلة روسيا لهجمتها على البنى التحتية للطاقة ذكر وزير الخارجية الإيطالية أنتونيو تياني أن إيطاليا تستعد لإرسال منظومة أخرى مضادة لصواريخ من تراز سامتي إلى أوكرانيا مؤكدا على ضرورة تجنب الانجرار إلى حرب مع روسيا وأضاف أن الدفاع عن أوكرانيا لا يعني إشعال حرب عالمية مشيرا إلى أن مساعدات أوكرانيا لكي تصل إلى سلام عادل قل وزير الخارجية روسي سرغي لافروف أن روسيا مستعدة تماما من الناحية العسكرية والسياسية والتكنولوجية للدفاع عن مصالحها في منطقة القطب الشمالي وأضاف لافروف أن حلف النيتو يكثف تدريباته المتعلقة بالأزمات المحتملة في القطب الشمالي مشيرا إلى أن حلف النيتو لديه أيضا مصالحه الخاصة هناك بسبب الموقع الجغرافي أعتبرت وزارة الدفاع الصينية أن مبيعات الأسلحة الأمريكية لطايوان انتهكت بشكل خطير أو انتهكت هذه المبيعات مبدأ صين واحدة التي تنتهج بيكين وأحكام البيانات المشتركة بين الصين والولايات المتحدة وفي هذا الإطار أوضحت الدفاع الصينية أن بيكين قدم تحت جاجا رسميا للجانب الأمريكي بشأن هذه المسألة معلنة عن خطوات ضد تسع شركات مرتبطة بالجيش الأمريكي بسبب مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى طايوان أطلقت الصين ستة أقمار صناعية إلى الفضاء من مركز إطلاق الأقمار الصناعية تايوان في المقاطعة شانشي شمال البلاد وذكرت شبكة تلفزيون الصين الدولي أن هذه المهمة تعد الرحلة الـ 536 لسلسلة الصواريخ الحاملة لونج مارش اعتبرت إدارة بايدن قرار خفض الفائد انتسارا للأجندة الاقتصادية للديمقراطيين وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن أن التضخم ومعدل الفائدة يترجعان بينما يظل الاقتصاد قويا فيما وصف المرشح الجمهوري دونالد ترامب معدل خفض الفائدة بأنه رقم غير عادي للغاية ملومحا بوجود دوافع سياسية للقرار السباق إلى البيت الأبيض يشتعل مجددا إثر قرار خفض الفائدة بمقدار خمسين نقطة أساس بأكبر من المتوقع الذي اتخذه الفدرالي الأمريكي قبل خمسة واربعين يوما من الانتخابات الأمريكية المقرر إجراؤها في الخامس من نوفمبر المقبل القرار الأخير غير قواعد اللعبة السياسية بين المرشحة الديمقراطية كاملة هاريس ومنافسها دونالد ترامب الذي اتخذ من ارتفاع مستويات التضخم والبطالة والركود الاقتصادي مدخلا للهجوم على الأجندة الاقتصادية للديمقراطيين إدارة بايدن أتبرت القرار انتصارا للأجندة الاقتصادية له وقال الرئيس الأمريكي ان التضخم ومعدل الفائدة هي تراجعان بينما يظل الاقتصاد قويا بينما أثار القرار غضب ترامب واصفا معدل خفض الفائدة بأنه رقم غير عادي للغاية وخبر سيء لمنافسته ملمحا بوجود دوافع سياسية للقرار فيما كان للقرار وقع إيجابي لدى الديمقراطيين وأكدت هاريس أن القرار خبر جيد بشكل خاص للأمريكيين الذين تحملوا عبء ارتفاع الأسعار وواصلت هاريس هجومها على ترامب مشيرة إلى أن ما سيفعله هو مزيد من خفض الضرائب لصالح المليارديرات والشركات الكبرى وأن خطته ستزيد التكاليف على الأسر بنحو أربعة ألاف دولار سنويا بفرض الضرائب على السلع التي تعتمد عليها الأسر مثل الغاز والطعام والملابس وفي إطار إعلانه عن قرار خفض معدل الفائدة لأول مرة منذ عام 2020 أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول إلى أنه ربما يكون له تأثير محدود على سباق الانتخابات الأمريكية بين هاريس وترامب لأن أثار القرار على الاقتصاد ستكون بطيئة مشيرا إلى أن الاحتياطي الفيدرالي اتخذ هذا القرار بتركيز على مصالح المستهلك ودون أي اعتبارات أخرى القرارات والأحداث غير المتوقعة تتواصل قبيل الانتخابات الأمريكية التي شهدت منحنيات عدة في حين تظل استطلاعات الرأي متغيرة وغير حاسمة للتوقعات قود الطلب الخارجي الضعيف مساعي اليابان لدفع نمو اقتصادي مستدامة جاء ذلك في ظلي تزايد احتمالات تباطئ الاقتصاد الياباني في الولايات المتحدة وضعف اقتصاد الصين وهم شركان تجاريا رئيسيا لليابان للمرة الأولى في ثلاث سنوات تباطئ نمو الصادرات اليابانية بشكل حاد في أغسطس الماضي وسط انخفاض الشحنات إلى الولايات المتحدة وانكماش طلبيات الآلات بشكل غير متوقع في يوليو الطلب الخارجي الضعيف يقوض مساعي اليابان لدفع نمو اقتصادي مستدام خاصة في ظل تزايد احتمالات تباطئ الاقتصاد في الولايات المتحدة وضعف اقتصاد الصين وهما شركان تجاريان رئيسيان لليابان ووفقا لبيانات فإن إجمالية الصادرات ارتفع بنسبة 5.6% في أغسطس على أساس سنوي وهو ما يمثل زيادة للشهر التاسع على التوالي لكنه يقل كثيرا عن متوسط توقعات السوق بعشرة بالمئة ويأتي بعد ارتفاع بواقع عشرة فاصل ثلاثة بالمئة في يوليو وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 7 من عشر بالمئة في أول انخفاض شهري منذ ما يقرب من ثلاث سنوات بضغط من تراجع مبيعات السيارات بنسبة 14.2 بالمئة وارتفعت صادرات اليابان إلى الصين أكبر شريك اكتجاري لليابان بنسبة 5.2% في أغسطس على أساس سنوي كما ارتفعت قيمة الواردات 2.3% في أغسطس مقارنة بالعام السابق مما دفع الميزان التجاري إلى تسجيل عجز بقيمة 4 مليارات و90 مليون دولار وأظهرت بيانات لمكتب مجلس الوزراء الياباني أن طلبيات الآلات الأساسية انخفضت بشكل غير متوقع بنسبة 1 من 10% في يوليو مقارنة بالشهر السابق في مؤشر يثير قلقا بالنسبة لاقتصاد يكافح من أجل تحقيق تعاف قوي اندلعت حرائق خطيرة في غابات الأمازون في بيرو حيث اكتحت أجزاء مختلفة من البلاد مخلفة عشرة الضحايا والدمار هذا وأعلنت السلطات في بيرو حالة التأهب ومواصلة تقديم الدعم الطبي للمتضررين في المناطق التي تأثرت بالحرائق وكأن العالم ينقصه مزيد من المصائب فرغم تأثير التغيرات المناخية على مناطق عديدة في الكوكب الأزرق إلا أن الإنسان يصر على ارتكاب جريمة لا بد أنه مكتو بنيرانها في قلب الغابات المطيرة للأمازون في بيرو وفي مشهد يثير القلق أضرم البعض النيران في عدة مناطق لتحويلها لأراضي زراعية يتم تسجيل الحرائق في الصباح وبعض الظهر والمساء هنا في قطاع لابلما يبدو أنها متكررة لا يبدو الأمر مصادفة يبدو أن بعض الأشخاص الذين لديهم عقول ملتوية للأسف يفعلون ذلك عن قصد لأنه لم يسمع أن الجبال تشعر نارا رجال الإطفاء يعملون بلا توقف في محاولة للسيطرة على الحرائق الناتجة عن أساليب القطع والحرق المستخدمة لتطيير الأراضي لأغراض زراعية والتي أتت على أكثر من خمسين ألف هكتار من الغابات مما يهدد الحياة البرية النادرة الخسائر طالت البشر أيضا وخسر 15 شخصا حياتهم حتى الآن يصر الإنسان على إثخان موطنه الوحيد بمزيد من الجراح وهو ما يستلزم مواصلة إطلاق الدعوات العجلة للتحرك ما يحدث في رئة العالم في غابات الأمازون ناقوس خطر يذكرنا بمدى هشاشة عالمنا الطبيعي وضرورة تعاوننا العاجل لحماية البيئة والإنسانية أعلنت رئيسة المفاوضية الأوروبية أرسولا فوندرلوين صرف مساعدات بقيمة 10 مليارات يورو للدول المتضررة من الفيضانات وقالت رئيسة المفاوضية الأوروبية خلال رحلتها إلى مدينة فروتسفاف غربي بولندا والتي تقع عند نقطة فيضان نهر أدر إنه سيتم استخدام هذه الأموال لإعادة الأعمار كانت بولندا قد شهدت عصفة أن دمرت قرى بأكملها وجرفت جسورا وقطعت الطرق وألحقت أدرارا بخطوط السكاك الحديدية فيما لا تزال بعض المناطق معزولة وتفتقر إلى مياه الشرب والكهرباء توصل وزارة الدخلية توزيع الحقائب المدرسية على الأسر بالمناطق الحضارية الجديدة بمختلف مدريات الأمن بمناسبة العام الدراسي الجديد يأتي ذلك في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة العام الدراسي الجديد وفي إطار مبادرة كلنا واحد برعاية الرئيس الجمهورية قامت وزارة الداخلية بإهداء حقائب مدرسية تشمل مستلزمات مدرسية متنوعة للأطفال بالمناطق الحضارية الجديدة على مستوى الجمهورية نشكر سيادة رئيس الجمهورية على المبادرة الجميلة اللي كل سنة بيعملها لأولادنا في المدارس واهتمامه بينا كل سنة وفي أولادات المناسبات كلها كل المبادرة أنت معانا من مواد غزائية من مواد مدرسية من كل حاجة أنت مش مخلينها بصراحة ربنا عايزين أي حاجة خون الزباق قلنا النهاردة في المدينة الشبابية في حي الأصمرات بيوزعونا الهدايا زي كل سنة ودي حاجة بسطنة جدا شكرا يا رئيس وطحنا واش شكرا يا رئيس دايما نفرحنا جايب لنا هذا لحد البيت يشكو يا رئيس ودبا كل خير على الكل وحاجة بيعملنا منظومة أمان التابع لوزارة الداخلية قامت بتجهيز وإهداء هذه الحقائب للأطفال بالتنسق مع كافة قطاعات الوزارة ومدريات الأمن وسط إشادة كبيرة من الأطفال وأولياء الأمور بهذه المبادرة الاجتماعية التي تعبر عن حرص الوزارة على تفعيل دورها الإنساني والاجتماعي بحب أشكر الرئيس على الهدايا اللي بتفرح الأطفال دي كل سنة وإحنا بنشكره برضا وهو فكرنا باستمرار مش نسينا شكرا للرئيس على الهدايا الجميلة اللي بيقدمها لنا كل سنة أمسي تعرف الشانطة الجميلة دي أروح بها أول مدازة وشكرا لنا دايماً فكرنا ودايماً معانا هو ومش نسينا ودايماً جايب لنا كل حاجة هنا في المدينة وكمان عايزة أقول حاجة أنا بشكرا لهو طلعنا من العشوائيات قبل كده بابنا هنا في مدينة نظيفة وقابلنا في كل حاجة نظيفة لما قربه بعيد شعب لقيت في الإيه والقلبه ميريد وإحنا بنحب مصر هنا مصر اللي عشيناها إدباها هنا مصر شكرا يا رئيس جدا عشان تلتشل وانتا جايبها لديك نكون مستنينها وشكرا لحضرك لنتا بتجيبنا في كل منصبات الشنط وحاجة رمضان وكل حاجة ما تحمش منك يا رئيس عيالنا فرحانين بالصراحة بحاجة المدارسة هيك ونشكر سيادة الرئيس دايما بنستنها عشان حضرتك دايما بتبعثها ومش بتنسانها كل سنة وحضرتك طيب وتحية مصر تحية مصر تحية مصر تواصل مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية دورها في تقديم الدعم والمساندة لقاتل المناطق الحضرية الجديدة على مدار العام انطلاقا من تعزيز روح المشاركة المجتمعية وتحقيق التكافل الاجتماعي الرئيس هنا بالمحروسة بيكون مفرحانين ومشتين 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 وكل صحابي باش كون الرئيس علشان كل رئيس كل سنة بيدينا شنة وابتبع فيها كل الكريس والمعالم ومحاجات المدرسة شكرا يا رئيس على هيديها جميلة جدا حماس اهداء الحقائب المدرسية للأطفال بالمناطق الحضرية الجديدة جاء تأكيدا على استمرارية الدعم الذي تقدمه الوزارة لأهالي هذه المناطق لتوفير حياة كريمة لهم صباتكم عندنا اسكندرية ودونا الشرط ومستلزمتنا اللي احنا محتاجينها باشكر سيدة الرئيس على كل حاجة بيدينا بلينة نشكر الرئيس عن مبادرة كل اللي عمل لنا دي وعشان تم مدرسية لفيها كل المستلزمات لما قربه بعيد شعب لقيت في القيد والقلبه ميريد وحنا بنحب مطل باشكر مبادرة كلنا واحدة لأنهم عم تدعونا وبيشتفر برماء وبيبعتون حاجتنا لحد البيت هنا بلد الجدعان وما فيش بنا جبان في الشدة بيبان من اللي بيحب مصر تحية مصر تحية مصر شكرا لسيطة الرئيس وصل وزير المالية أحمد قاجك سلسلة لقاءات في إطار جولته الجديدة من حواره الاقتصادي الممتد مع أكثر من مئة من ممثلي كبراء المؤسسة المالية والبنوك الاستثمارية والتنموية بلندن أشارك قاجك في جلسة نظمها بنك أوف نيويورك ميلون بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب وعدد من المسؤولين كما أكد قاجك أن الوضع الاقتصادي في مصر مطمئن على نحو انعكس في مؤشرات جديدة للأداء المالي للموازنة خلال العام الماضي المنتهية في يونيو الماضي هذا وقد تم تحقيق فائد أولي بنسبة 6.1% وتراجع معدل عكز الموازنة إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي في حين انخفض المعدل الدين الداخلي للموازنة بنسبة 4.7% استعرض وزير المالية أحمد كاجك أولويات السياسة المالية في مصر كما أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب خلال مشاركته في فعليات بعثة طرق الأبواب التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال إلى المملكة المتحدة عن تبني دولة لسياسات متكاملة وواضحة ودعمة للاستثمار خلال السنوات القادمة بما يضمن تشجيع تدفقات رؤوس الأموال للاقتصاد المصري وأوضح الخطيب أن الرخصة الذهبية تعد أداة فعالة لتبسيط إجراءات تأسيس وترخيص الشركات في مكان واحد لدعم القطاع الخاص والشركات الكبرى وأضاف أن الحكومة المصرية على استعداد لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتيسير عمل الشركات الدولية بما يعزز الاقتصاد الوطني والتنافسية ودعم النمو وفرص العمل ومؤكدا على أهمية تهيئة مناخ الأعمال لجذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال المرحلة القادمة مع التنوع في الفرص الاستثمارية التي تقدمها الدولة أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن عشور أن فعليات أسبوع شباب الجماعات التكنولوجية يجسد اهتمام الدولة بالشباب جاء ذلك خلال فعليات أسخة الأولى من أسبوع شباب الجماعات التكنولوجية وأضح عشور أن التوسع في الجماعات التكنولوجية خطوة نحو تجهيز الشباب لسوق العمل مضيفا أن هناك ارتفاعا ملحوظا في عدد الطلاب بالجامعات والمعهد التكنولوجية بإجمال يتجاوز مائة ألف وأن هناك توقعات بزيادة إقبال الطلاب على التعليم الفني والتقني في ظل التحولات العالمية أعلنت وزارة النقل رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع خطوط شبكات السكك الحديدية وخطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT يأتي ذلك استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد واتخاذ كافة الإجراءات والأليات التي تهدف إلى توفير خدمة مميزة لجمهور الركاب كما شدد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير على قيادة هيئة السكك الحديدية بضرورة انتظام جداول التشغيل على جميع الخطوط والمحافظة على نظافة المحطات والقطارات والتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لتأمين خطوط ومحطات وقطارات السكك الحديدية على مستوى الجمهورية ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل كامل الوزير اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة الاتحاد العربي للنقل البرية والسياحة سوبرجا شهد الاجتماع اعتماد قائمة المركز المالي والحسابة الختمية للشركة وتقرير مجلس الإدارة كما وجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة مجلس إدارة الشركة باستمرار تنفيذ خطة تطوير الشركة ودعمها بأحدث الأوتوبيسات والمحافظة على كفاءة الفنية للأسطول الحالي بما يسهم في أن تحافظ الشركة على ريادتها للشركات العاملة في هذا المجال وتقديم أعلى مستويات الخدمة للركاب عقد وزير الموارد المائية والرأي هاني سويلم اجتماعا مع مدير عام جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة محمد مصطفى ردوان وأكد سويلم على استمرار التعاون بين الوزراء والجهاز فيما يخص إصدار الترخيص اللازمة لأراضي طرح النيل في المسافة من شبرى الخيمة وحتى حلوان مع الالتزام التام بالاشتراطات والقوانين المنظمة في هذا الشأن وأشار وزير الرأي إلى استمرار أجهزة الوزراء في إزالة كافة أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره على امتداد 1500 كيلو متر من خلال تنفيذ حملات مكسفة لإزالة التعديات بتنسيقه مع أجهزة وزارة الداخلية وأجهزة المحافظات أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشيربيني عن طرح 1645 واحدة سكنية متنوعة بمساحات تصل إلى 161 متر مربع بأنظمة تأسداد ميسرة للحجز الفوري من خلال أجهزة ثماني مدن جديدة وإتي ذلك خلال الفترة من 29 من سبتمبر الجاري وإلى 28 من أكتوبر المقبل وأوضح وزير الإسكان أن هذا الطرح يأتي وفقا لآليات الإتاحة المباشرة للوحدات السكنية من خلال أجهزة المدن الجديدة وذلك في إطار جهود الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنويع آليات طرح وإتاحة الوحدات بمختلف أنماطها لتلائم جميع شرائح المجتمع ترأست وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مورسي اجتماع مجلس الأمناء للمؤسسة وذلك بحضور أعضاء المجلس حيث استعرض للاجتماع عددا من المحاور التنظيمية وكذلك الخطط التوسيعية المستقبلية الخاصة بإنشاء الخدمات التي تقدمها المؤسسة تناول الاجتماع عرض نتائج المزايدات التي أعلنت عنها المؤسسة القومية للمشاركة المجتمعية لاستغلال المساحات المكشوفة والمغطاة بمركز التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمرج والتابع للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع والأراضي التابعة لها والممنوكة لوزارة التضامن الاجتماعي أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط أهمية تعزيز كفاءة الهيكل المالي العالمي لدفع تمويل من أجل التنمية جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في أسبوع الأمم المتحدة وقمة المستقبل حيث أشارت المشاط إلى أن هناك آمال كبيرة منعقدة على قمة المستقبل لتحقيق اتفاق دولي حول القضايا الملحة وعلى رأسها تحديات التنمية الاقتصادية توجه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمر طلعت إلى نيويورك في زيارة عمل تستغرق يومين يهدف ذلك لمشاركة الوزير كمتحدث في جلسات الحدث الرقمي لأهدف التنمية المستدامة والمقرر أن ينعقد بمقر الأمم المتحدة ضمن فعليات قمة أيام عمل قمة الأمم المتحدة للمستقبل والتي تعد تمهيدا للقمة الرسمية المزمع يعقدها بالتزامن مع الأسبوع الرابع المستوى للدورة التاسع والسبعين للجمعيات العامة للأمم المتحدة نظمة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ومنظمة الصحة العالمية المؤتمر السنوي للاهتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى تحت شعار تحسين التشخيص من أجل سلامة المرضى وناقش المؤتمر أهمية تطبيق معايير الجودة في تحديد أفضل الممارسات التي يمكن تطبيقها لتعزيز سلامة التشخيص ومنقشة استراتيجية الحد من أخطاء التشخيص بهدف تعزيز التعاون بين القيادات الصحية لتدعيم معايير السلامة تشخيصية القوية نظمة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ومنظمة الصحة العالمية المؤتمر السنوي للاهتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى تحت شعار تحسين التشخيص من أجل سلامة المرضى الهدف من هذا المؤتمر وهذه الاحتفالية أن نحن نحط خطوط عريضة يمكن بعد اتباعها أن نقلل من نسب هذه الأخطاء ونجنب المرضى داخل المنشآت الصحية الوقوع في مشاكل تشخيصية ومن ثم مشاكل في العلاج لأن زي ما حكت أعلم أن تشخيص هو نصف العلاج ويتحكم في النصف الآخر الحقيقة احتفالية مهمة جدا هي من أجل سلامة المريض الشعار هذه السنة هو يتعلق بالتشخيص لأنه 16% من الأخطاء الطبيئة التي يمكن تجنبها هي بسبب عدم دقة التشخيص كما تعرف التشخيص كان غير دقيق معناه كل المداخلات التي تأتي بعد التشخيص ستكون غير صحيح المؤتمر تناول أهمية تطبيق معايير الجودة في تحديد أفضل الممارسات التي يمكن تطبيقها لتعزيز سلامة التشخيص ومناقشة استراتيجيات الحد من أخطاء التشخيص نحن النهاردة في هيئة الرعاية الصحية أيضا كان في الفرصة أن نعرض عدد من الإنجازات التي تمت على أرض الواقع المتمثلة في حصول 80% من منشآتنا التي هي حوالي 336 منشآت ما بين مستشفات وحدات صحية في محافظات المرحلة الأولى في التأمين الصحي الشامل على درجات الاعتماد من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية وأيضا حصلنا على الاعتماد الدولي من منظمة الجي سي آي العالمية المعنية بالاعتماد الدولي للمنشآت تبقى لأحدث وأرقى معايير الاعتماد الدولية فيما تعلق بالرعاية الصحية سعداء طبعا بمشاركتنا وفخرون باللي بيحصل في الدولة المصرية من حيث الإصلاح الصحي وأيضا الحفاظ على سلامة المرضى داخل المنشآت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية قامت بوضع معايير دقيقة لضمان جودة الفخصات المختبرية وتقنيات التشخيص التصويري في المنشآت الصحية المعتمدة جهد دقوبة تقوم بها الدولة المصرية لتطوير المحافظات والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تشمل تلك الخدمات تطوير المستشفيات وترميم دور العبادة ومحطات المياه وتوفير المواد الغذائية الأساسية بجميع المحافظات اليوم الثاني على التوالي استمرت جولة محافظ الجيزة بمدينة الواحات البحرية لتفقد المشروعات المختلفة والتي شملت أعمال وتجديد مسجد الأنصاري بمدينة البويط وحرص على تكريم حافظة القرآن الكريم من أبناء المدينة كما تفقد المحافظ مستشفى الواحات البحرية للوقوف على الخدمات المقدمة للمرضى مؤكداً أنه سيتم تدعيم المستشفى بالعديد من الأجهزة الطبية لزيادة الخدمات الصحية وأكمل المحافظ جولته بتفقد محطة تحلية المياه الرئيسية التي تدخ المياه للمدينة والتي تعتمد على استخدام الأساليب الحديثة في العمل اليوم التاني على التوالي وسط أهلين أهالي الواحات البحرية لمست بنفس المشاكل اللي عندهم مرين على المستشفى المركزي الموجودة يعني المستشفى يمكن مدعمة بأجهزة مش قليلة محتاجين تدعيم أكتر والأهم من كده الطاقة البشرية لإدارة شؤون المستشفى الطبية للأسف غير مكتملة نتيجة بعد الوحات طبعاً عن القاهرة فإحنا إن شاء الله هننظر في الأمر دوت ونتواصل مع معالي وزير الصحة الجولة شملت تفقد إحدى شركات وزارة التموين للتأكد من توفر السلع للمواطنين ووجه المحافظ بمزيد من الدعم والموارد المختلفة لأهالي الوحات البحرية بالإضافة للتأكيد على أهمية المقومات السياحية التي تتمتع بها المدينة والعمل على وضعها على خريطة المدن السياحية الكبرى تفقد معالي رصف عدد 8 كيلو متر دعماً لتجمعات الموجودة في قرى الحيز طبل أمون ومنطقة عين جمعة ومنطقة ريس ومنطقة الغربية أيضاً تفقد معالي مشروع إنشاء وحدة المطافي واللي كان من ضمن الاعتمادات المخصصة للوحدة المحلية المركز الوحات البحرية جمعية بتعمل على تنشيط السياحة والحفاظ العلبيع بالوحات البحرية وتدريب الكوادر السياحية الجديدة أو الدليل الصحراوي وتأهيله عشان يبقى دليل صحراوي بدون مشاكل في الصحرة عموماً الحاجة الثانية زيارة سيد المحافظ سيكون صبورت لنا لأن سيادة تطلع وعمل رحلة صحراوية وشاف المقاومات السياحية الفريدة من نوحها في الوحات البحرية فبنطالب سيادة الوزير المحافظ ورئيس الجمهورية أن الوحات البحرية تضع على الخريطة السياحية جولة مهمة استمرت على مدار يومين للوقوف على مشكلات أهالي مدينة الوحات البحرية والعمل على حلها تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والتأكيد على مواصلة تلك الجوالات لمتابعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات المختلفة وتقديم أفضل الخدمات التي تليق بالمواطنين وبالمكانة السياحية والأثرية لمدينة الوحات البحرية محمود جميل التلفزيون المصري تفقد محافظ أسيوت هشام أبو النصر موقف سيارات من قباد الجديد الذي تم الانتهاء منه وتشغيله لتقديم الخدمات للمواطنين يأتي ذلك ضمن المشروعات المبادرة الرئاسية حيئة كريمة كما وجه محافظ أسيوت بإزالة التعديات على المنطقة المجاورة لموقف السيارات وتنفيذ أعمال نظافة المحلات والكافتريات الملحقة بالموقف الجديد تمهيدا لطرحها وتشغيلها فورا لتقديم الخدمات للمواطنين وتوفير فرص عمل لأهالي القرية أطلق أحد مهندسي قرية كوملوفي التابع لمركز ساملوت بمحافظة المينيا مبادرة لتركيب سخنات مياه بالطاقة الشمسية بديلا عن السخنات الكهربائية توفر السخنات الشمسية الأمنة لمستخدميها فضلا عن توفير التكلفة التي تلائم جميع طبقات الاجتماعية ترشيدا لاستهلاك الكهرباء وانطلاقا من الدور المجتمعي في تجاوز التحديات التي تواجه الدولة في ظل ما يشهده العالم من أزمات في الطاقة أطلق أحد مهندسي قرية كوملوفي التابع لمركز ساملوت بمحافظة المينيا مبادرة لتركيب سخنات مياه بالطاقة الشمسية بديلا عن السخنات الكهربائية لتصبح القرية من أولى قرى المحافظة استخداما للسخنات الشمسية السخان الشمسي مميزاته طبعا أنه يوفر بديل لسخنات الكهرباء والغاز يوفر علينا في فواتير الكهرباء ويوفر علينا في فواتير الغاز الطبيعي هو من أفضل السخنات الموجودة حاليا كاستعماله لتوفير من ناحية الكهرباء ومن ناحية البوتجهاز وما فيش منه أي ضرر ولا منه أي حاجة تيزي أي حد وبيضخوا كمية مياه كويسة سخنة سواء في الصيف أو الشتاء فكرة المبادرة جابت منازل قرية كوملوفي حيث أقبل العديد من الأهالي على تركيبها بمنازلهم بالإضافة إلى تركيبها بعدد من مساجد القرية توفر السخنات الشمسية الأمانة لمستخدميها فضلا عن توفير التكلفة التي تلائم جميع الطبقات الاجتماعية مبادرة إيجابية أكدت قرية كوملوفي من خلالها أن مواجهة أزمات الطاقة هي مسؤولية مشتركة تتطلب مساندة الشعب للدولة انطلق حفل افتتاح الدورة الثانية من مهرجان الغردقة لسينما الشباب يأتي ذلك من خلال احتفالية على المسرح الذي أقيم خصيصاً بمارينة اليخوت وسط البحر بحضور نجوم الفن انطلق حفل افتتاح الدورة الثانية من مهرجان الغردقة لسينما الشباب وذلك من خلال احتفالية على المسرح الذي أقيم خصيصاً بمارينة اليخوت وسط البحر وحضرها السيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان والكاتب الصحفي قدر الحجار مدير المهرجان والدكتور خالد مسعود نائبا عن وزير الشباب والرياضة مهرجان هناك أعتقد أنه هو هيخدم على السياحة ويخدم كمان يعني كمان سلط الدوء أنه ممكن يجوا يصوروا دراما وأفلام سينماية ده اللي بنجري فيه دلوقتي وبنركز فيه أن العالم كله ليه ما بيجيش إحنا عندنا كل الإمكانيات العظيمة سواء صحرة أو جبال أو بحار أو شواطئ كل الإمكانيات المقاومات النجاح موجودة أنه هم يجوا يصوروا الأفلام العالمية والدراما العالمية يجي تصور عندنا في حوالي مثلا حاجة وسبعين فيلم من كل دول العالم معظم من حوالي 32 دولة فيه لجنة كانت بتختار الأفلام مجموعة من الشباب مختار مكتب فني كله الحمد لله كان من الشباب السنة دي مخرجين صحفيين طلبة أنا كنت بدرس لهم في الكلية كنت بدرسوا منتج حرفية السيناريو على تواصل بالسينما فنسفها ما كويس قوي فالحمد لله اختياراتهم الأفلام كانت على مستوى الحدث يعني إن شاء الله إدارة المهرجان قدمت لجانة تحكيم المسابقات الأربعة لجمهور المهرجان كما شهد الحفل تكريم تجارب سينمائية ملهمة للشباب وهم الفنانة اللبنانية دياموند أبو عبود والمخرجة ساندرا نشأت والمنتج هشام عبدالخالق وتم إهداؤهم شهادات التقدير وقناع الفرعون توت عن خآمون يعني أنا بتشرف بايدة تكريم ومبسوطة إنه عم بتكرم اليوم من مصر ومن الغردقة ومن مهرجان الغردقة لسينما الشباب فبشكرهم من كل قلبي يعني مهرجان الغردقة لسينما الشباب تنظر مؤسسة فنون للثقافة والإعلام تحت رعاية وزارات الثقافة والسياحة والشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر وتعقد دورته الثانية في الفترة من التاسع عشر وحتى الرابع والعشرين من سبتمبر ويتضمن مسابقات لأفلام الشباب من الأعمال الأولى لمخرجيها ومؤلفيها أو الأعمال التي تتناول قضايا خاصة بالشباب من الأفلام الطويلة والقصيرة ومسابقات لأفلام الطلبة كما يخصص المهرجان جائزة تحت عنوان الجائزة الخضراء تمنح للأفلام التي تدعم فكرة الحفاظ على البيئة والمناخ استطاع فنان تشكيلي في محافظة الشرقية أن يجذب الانتباه بعد أن غزت العرائس الخشبية التي يقوم بتصنيعها الأسواق أفناء العم غالي أكثر من نصف قرن من حياته في صناعة وتلوين العرائس الخشبية من خلال ورشتها الصغيرة التي جذبت العديد من المتدربين مزج الإبداع بتراث فن لا يجيده الكثيرون تلك هي حكاية العم غالي في محافظة الشرقية حيث استطاع أن يستر اسمه بحروف من نور في عالم صناعة وتلوين العرائس الخشبية وتثبيت التراث المصرية في مدينة الزقازي قائب محافظة الشرقية تقع ورشة صغيرة وبداخلها غالي أحمد عبد العظيم فنان تشكيلي يبلغ من العمر نحو 77 عامة أفنى أكثر من نصف قرن من حياته في صناعة وتلوين العرائس الخشبية الخصة ده تبتلت معايا من 67 تقريبا ومفرقتهاش من هذا التاريخ إلى وقتنا الحيالي هي ابتلت من الأول وأنا طفل صغير كنت أميل لأنني أصنع تمثال صغير أعمل حياة صغيرة أقرر درجة أنني كنت أجيب صباح التمشير بتاع المدرسة وأجيب الموصد بتاع الحلاقة وأقعد أنحط فيه وأشكل فيه وبطريقة الحكاية دات من منذ الصغر البداية كانت في عمر الثانية والعشرين عامة حينما شاهد غالي عرائس قادم له من روسيا مع أحد أصدقائه فقرر تعلم كيفية صناعتها بالطابع النصري من خلال نحتها على خشب البرتقال بأشكال بسيطة جذبت كل من شاهدها وطور من الشخصيات التي يصنعها حتى طالبه البائعون بكميات كبيرة منها وهو ما دفعه للإستمرار والمواصلة في تنفيذ فنه ودعم موهبته بحاول بقدر الإمكان دلوقتي أن الخبرات اللي اكتسبتها لعمر ده كله أنقلها لكل واحد عايزة يتعلم حاجة ما بتأخرش عنه حاجة أبداً وسعد ويخسر ويفشل وينصلح لغاية ما بيوصلوا فيهم ناس كتير وصلت وبتردوا لا تيأخذوا مجالهم في السوق وشغالين وبعدها انطلق الفنان التشكيلي ابن مدينة أزقزيق وداع سيطه بعدما انتشرت العرائس والفن التشكيلي الذي يقدمه غازة الأسواق وبدأ في نقل موهبته وتدريب المهتمين بالفن التشكيلي والعرائس الخشبية حتى يومنا هذا ولم يتوانى يوماً عن الذهاب لورشته البسيطة التي أنجبت أجيالاً من الفنانين ختم النشر تذكرة بأبرز ما جاء فيها من أخبار حزب الله اللبناني يعلن استهدف نقطة تموضع للقوات الاحتلال في موقع المطلع والطيران الإسرائيلي يقصف عدداً من البلدات جنوب لبنان قلق أمريكي من إقدام سيموتريتشا على فصل البنوك الفلسطيني عن النظام الإسرائيلي وإدارة بايد تعتبر أفعاله مزعزعة للاستقرار بالضفة موسكو تتواعد باستعادة كورسك من القبضة الأوكرانية والمفاوضات الأوروبية تتعاهد بتقديم 35 مريار يورو لكييف انتهت نشرة الثالثة من التلفزيون المصري شكراً لكم وإلى اللقاء